ولمناقشة هذا الموضوع معي في الستوديو السيد جويل روبين نائب وزير الخارجية الأمريكية سابقا والمحلل السياسي الخاص لقناة القاهرة الإخبارية أهلا بك سيد جويل وأيضا السيد سهيل خان المستشار السابق للرئيس الأسبق جورج بوش أهلا بحضرتك معنا أهلا وسهلا دعني أبدأ في البداية مع سيد جويل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارتي خرج من اجتماعه مع رئيس بايدن هذا الأسبوع وقال أن الرئيس تجنب النقاش لمدة 100 يوم في موضوع سقف الدين وأمامنا أيام قليلة ربما أسبوعين فقط وسيكون أول رئيس يتخلف عن سداد الديون القومية كيف قرأت تصريحات رئيس مجلس النواب وأيضا اتهامات الرئيس بايدن بمحاولات الجمهوريين إفشال حكمته سعيد بيوجود معك يا جيهان مكارتي يحاول أن يحول الاتهامات بالقول أن الرئيس مسؤول عن العجز عن دفع المدونيات لكن الكونغرس هو المسؤول عن ذلك وهو الذي يجب أن يمرر القوانين التي واقعها الرئيس وما فعله مكارتي أنه وضع نفسه في صندوق مشترطا العديد من الأمور المستحيل الموافقة عليها لرفع سقف الدين لأنه متمسك بجناحه اليمني المتشدد في حزبي وبدلا من عمل ما فعل في السابق وهو ما تم القيام به ثلاث مرات في عهد ترامب ألا وهو رفع سقف الدين دون شروط وفي النهاية يريد لوم الرئيس بايدن لأنه يعلم أنه يلعب بأوراق خاسرة ويريد الحصول على مكاسب سياسية من خلال القيام بتصرفات مدمرة للاقتصاد وهذه ليست ممارسة سياسية طبيعية هو الآن يلعب بحياة الأمريكيين ورفاهيتهم المالية سيد سهيل يعني الرئيس بايدن في لغة متفائلة خرج للمواطنين وقال أنه واثق من أنه سيتم الحصول على اتفاق وسيتم رفع سقف الدين هل ترى أنها رسالة لطمأنة الداخل أم رسالة للخارج وهو الآن في هيروشيما في اليابان لحضور قمة السبع أعتقد بصراحة تم لاثنين للشعب الأمريكي داخليين وللمجتمع الدولي والمالي لا شك أننا سنصل إلى اتفاق كما يثق الرئيس أنا عشت في العاصمة واشنطن لثلاثة عقود وتبعت هذه المروحات سابقا نهى عملية مفاوضات أحيانا تكون فوضى وأحيانا أخرى تحدث مشاكل السوق ولثقة الآخرين لا سيام العالم الخارجي لما سوف يحدث ولكنني واثق من أن المحادثات بين الرئيس وقيادات الكونغرس الذين عينهم مكارتي لإجراء هذه المفاوضات ستلبي للشرطات في النهاية لا أحد يرغب في العكز عن الدفع ومجلس نواب أخر القانون لمنع عكز الدفع وأتمنى أن رئيس كان بدأ مبكرا أنا واثق من أننا سنتوصل الاتفاق بحلول الموعد النهائي يرضي كل الحزبين ويلبي للشرطات وديون الولايات المتحدة سيد جويل الرئيس بايدن وسيد مكارثي كلفوا أربع من المفاوضين لإنهاء هذا الاتفاق خلال سفر الرئيس بايدن إلى هيروشيما طبعا هم ستيف ريشيتي مستشار الرئيس سيدة لويزا تيريل مجيرة مكتب الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض ومجيرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ وأيضا النائب الجمهوري جاريت جريفز من ولاية لويزيانا ولكن يوم الجمعة سيد جريفز قال أنه سوف يوقف هذه المفاوضات لأنها أصبحت غير مجدية في انتقاد لا دع أيضا للبيت الأبيض كيف قرأت ذلك؟ إنها مجموعة تفاوض متيرة للفضول ما قام به الرئيس بايدن هو اختيار المسؤولين المعنيين بالأمر وتعيينهم في هذه اللجنة رئيس الشؤون التشريعية ورئيس الميزانية وكبار مستشاريه في البيت الأبيض في المقابل كيفين مكارثي اختار الموالين له ومن يدينون بالولاء وجاريت جريفز ليس له حيثية في مخصصات قانون الميزانية أو في لجنة الميزانية فهو ليس قائد قوي معترف به وبالنسبة لي مكارثي ضعيف للغاية داخل كتلته السياسية ليس عنده الثقة الكاملة في القيادات الكبرى أمام البيت الأبيض ويعتمد على الموالين له لأنه قلق مما سيتم التفاوض عليه وصعب أن نتخيل أن بمقدورهم أن يتوصلوا إلى مشروع قانون بدون دعم ديمقراطي وهذا يعني أن الجمهوريين سيتجنبون التوصل لاتفاق برضى الحزبين والتطور الجديد يوم الجمعة تصريح جارت غريفز أن المفاوضات ستعلق هي إشارة سيئة أن مكارثي لا يثق إلى أين ستسير المفاوضات من جانبهم وقلق من فقدان التأييد الداخلي من كتلته السياسية هل تتفق معه سيد سوهيل فيما قاله سيد جوال بشأن مسألة امتناع العضو المكلف من قبل كيفين مكارثي باستكمال المفاوضات؟ ونحن أمامنا أقل من أسبوعين أو عشرة أيام حتى نفاذ الأموال في الوزارة الخزانة أولا يفصلنا أسبوعان لأن الرئيس لأكثر من مئة يوم لم يتحدث إلى مكارثي الذي على مدى هذه الفترة طلب منه التفاوض ورفض الرئيس وأضعنا الوقت خلال هذه الفترة وما يطلبه الجمهوريون هو الإصلاح المنطقي الوحيد التضخم والإنفاق مرتفعان ولخفض ذلك يجب تقليل الإنفاق الضخم لحكومة البلاد وما نريده هو العودة إلى مستويات إنفاق عام 2022 وهي ليست تخفضات ضخمة وهي معقولة وثانية أنا أثق أن الأيام القليلة القادمة أن أعضاء وقدات البيت الأبيض سيجتمعون مجددا وأشكر الرئيس لتقصير رحلته الأسيوية ليأتي للمشاركة في هذه المفاوضات وأتمنى أن نصل إلى اتفاق في الوقت المناسب نعم أرى أن سيد جويل تريد التعليق على ما قاله سيد سهيل تفضل أحد الأمور المهمة لفهم هذه المحادثات هو التمييز بين الموضوعين التاليين الأول رفع سخف الدين والذي يعني أن الولايات المتحدة ستدفع التزامتها التي بالفعل تراكمت عليها بمعنى آخر أننا أنفقنا مالا في الماضي واستدلنا لدفع هذه الفواتير وينبغي علينا دفع هذه الالتزامات الموضوع الثاني هو السياسة المالية المستقبلية من وجهة نظري أن قضية الانفاق المستقبلي تخص المناقشات المستقبلية لمخصصات السنة المالية الجديدة ولا تخص التزامنا بدفع فواتيرنا لأن عدم سداد المديونيات سيرفع باء المواطنين وسيخسرون ملايين الوظائف وستدمر الثقة في قدراتنا الاتمانية وبناء عليه فهذان موضوعان منفصلان يحاول الجمهوريون خلط الأمرين معا هذا يفسر الأزمة الحالية سيد سهيل منسق الاتصال الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي جون كيربي وجه انتقادا لاذعا للجمهوريين وقال لو كان الجمهوريون عندهم شيء من المرونة كان الرئيس بايدن حصل على اتفاق قبل سفروا إلى هيروشيما في اليابان وقال أيضا لم يكن ألغى قمة الرباعية في سيدني في أستراليا التي كانت بين أمريكا وأستراليا واليابان والهند كيف تقرأ هذا الكلام من جون كيربي لا أتفق مع ذلك بكل صراحة أعتقد أن من المهم على قيادة دولية أن تلتزم بسداد ليونها وهذا شيء مهم يقع في صدارة السياسة الأمريكية فتقصير الرئيس لجولة الخارجي هي خطوة مهمة تدل على مشاركته الأمينة والمباشرة في المفاوضات مع الكونغرس ومصدر تفاؤلي أننا مررنا بالموقف ذاته في الماضي في عهد الرئيس أوباما وكان ساعتها بايدن نائبا له وتفاوض مع ميتش مكونل لتواصل الاتفاق الجمهوريون موحدون ولا يريدون التخلف عن الدفع هذا حقيقي ولكن تعلمين أن مجلس الشيوخ بما فيه السناتور مكونل أكدوا دعمهم الاتفاق الذي يتفاوض عليه مكارتي حاليا سيد جوال بمسألة اختصار الرئيس جو بايدن لرحلته التي كانت مقررة في آسيا وكان ليعود لواشنطن حيث سقف الدين والمناقشات مشكلة أن الرئيس يلغي الرحلتين في أستراليا وبابواغينيا الجديدة لكنه أرسل طبعا أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأسبوع القادم كيف يمكن أن يؤثر ذلك على علاقات أمريكا الخارجية على صورة أمريكا في الخارج وهذه الزيارة كانت مهمة للولايات المتحدة جيهان بدون شك هذا يقول للعالم أن أمريكا ضعيفة داخليا في الوقت الحالي وهذا يقود قدرة الرئيس على إظهار قوة الموقف الأمريكي أمام العالم لا يجب أن نسمح لخلافات داخلية مثل هذه أن تحد من قدرتنا على مواجهة الصين في المحيط الهادي كان هدف الزيارة التي خطت لها على مدى ستة شهور لجزيرة نيو بابواغيني لإظهار أن الرئيس الأمريكي مهتم وسيدعمهم ونطلب منهم التصدي للصين ويكون جزءا من تحالفنا مع اليابان والفليبين وكوريا الجنوبية هذا مربك للغاية جيد أن يذهب وزير الخارجية بلينكين ولكنه ليس أبدا كزيارة الرئيس الذي يمكن أن يبقى أثره لعقود أتذكر عندما عشت في أمريكا الوسطى وما زال المواطنون هناك يذكرون زيارة الرئيس السابق جون كينيدي لبلادهم بعد عقود من الزيارة هو أمر مؤسف وما أخشاه ما حدث الجمعة من انسحاب حتى من إمكانية التوصل لاتفاق والذي من أجله قصر بايدن جولته والذي إن لم يحدث فإنها ستكون خسارة مزدوجة سيد سهيل الرئيس مجلس النواب كيفين مكارثي دفع عن مقترحاته بخفض الانفاق الحكومي وقال إن ذلك سيساعد الاقتصاد الأمريكي والعمل مقابل قسائم الطعام العمل مقابل العلاج والرعاية الصحية بعض المواطنين الأمريكيين لا يقدرون على العمل وبعض الفقراء في أمريكا لا يحبذون هذه النبرة يعني هناك مرضى هناك فقراء هناك كبار في السن كيف تقيم ذلك؟ هل هذا سيساعد الاقتصاد الأمريكي أم سيجعل هناك سخطا أو غضبا من قبل الطبقة الفقيرة؟ أعتقد أن هذه إصلاحات معقولة الفكرة بسيطة إذا كنت تتلقى مساعدة حكومية ولديك القدر على العمل صحتك جيدة فلا بد أن تعمل عدد ساعات معينة في الأسبوع أو يمكنك الحصول على تدريب وظيفي لكي تستطيع تأمين وظيفة فالآن يوجد وظائف أكثر عددا في الولايات المتحدة من عدد العاملين ونحن كجمهوريين نحاول أن نجعل الناس يتخلون عن المساعدات الحكومية ويلتحقوا بقوة العمل جو بايدن دعم هذه الفكرة حينما كان نائبا للرئيس أوباما ودعمها حين كان سيناتورن ودعمها أيضا الرئيس كلينتون هذه الأفكار كانت قد عطلت في وقت جائحة كورونا الآن نحن نعتقد أننا خرجنا من خطر كورونا يجب علينا العمل مرة أخرى في هذه الإصلاحات الحكومية نعم سيد جويل من جهة أخرى الرئيس بايدن قال أن التخفيضات الضريبية التي قام بها دونالد ترامب يعني زادت الدين الأمريكي 2 تريليون دولار هذا ما كتب الرئيس بايدن ليس رأي وأن الآن مجلس النواب يستخدم هذا الموضوع خطر التخلف عن سداد الديون لأخذ الاقتصاد رهينة ويعطونا الأموال للأغنياء وليس للفقراء كيف تعلق على هذا الاتهام الكبير للجمهوريين وأيضا الرئيس دونالد ترامب بدون شكل السقطاعات الضريبية الضخمة من قبل إدارة ترامب أفادت الأغنياء بشكل كبير ووضعتنا في هذا الموقف الذي نحن فيه الآن 2 تريليون دولار سفاد بها الأغنياء والآن لا يردون دفعها وهذا غير معقول في عهد دونالد ترامب حدث انفجار في عجز الموازنة وتضخم الدين بما نسبته 7 تريليون دولار إذا كان الجمهوريون جادين أنهم يريدون التعاطي مع أزمة عجز الموازنة فعليهم إلغاء هذه الاستخطاعات الضربية التي منحوها للأثرياء جدا ما يريدون فعله هو تخفيض البرامج الاجتماعية للفقراء تخفيض الرعاية الصحية للجيش تخفيض الأموال المخصصة لتغير المناخي والبيئة والبنية التحتية ولكنهم لا يريدون المساس بالضرائب الأغنياء أرى أن السيد سهيل يريد التعليق على ما قالوا مرة أخرى الاستخطاعات الضربية التي قام بها رئيس ترامب جعلت اقتصادنا الأقوى في تاريخ الولايات المتحدة وانخفضت معدلات البطالة لأرقام تاريخية حتى في أوساط الأمريكيين من أصول إسبانية أو إفريقية اقتصادنا كان الأقوى أداء لكن جائحة الكورونا خربت اقتصادنا واقتصاد العالم بدأ الرئيس ترامب يستخدم الأموال لكي يؤمن حياة الأمريكيين هذا الشيء حقيقي ولكن حجم الانفاق الذي يحدث الآن تحت إدارة بايدن وضعنا في تضخم هائل وأوصلنا إلى أكثر من 30 تريليون دولار ديون زادت تكلفة المعيشة بالنسبة للأمريكيين المتوسطي الحال آخر شيء يجب القيام به وزيادة الضرائب عليهم لأنهم بالفعل يدفعون أكثر من الطبيعي في المواد الغذائية الملابس السكن ما نحتاجه الآن إصلاحات اقتصادية لخفض هذه النفاقات ونضع أموالا أكثر في أيدي الأمريكيين في الطبقة المتوسطة بهذا يكون اقتصاد تحت السيطرة نعم سؤالي لك أيضا سيد سهيل بعض المشاهدين في مصر والشرق الأوسط يتسألون لماذا أمريكا تقترض لماذا أمريكا أكبر اقتصاد في العالم تقترض لماذا علينا رفع سقف الدين ثلاث مرات في عهد ترامب والجمهوريون لا يوافقون الآن على رفع سقف الدين مرة واحدة للرئيس الديمقراطي بايدن ولماذا أيضا الولايات المتحدة تحتاج إلى الاقتراض كل عام أو عامين كل هذه الأسئلة نريد الإجابة عليها للمشاهد المصري والعربي هناك إجابة لهذا السؤال برغم أن إنفاق ترامب كان بالفعل كبيرا بسبب الكورونا لكن لا يضاهي ذلك الإنفاق الحكومي لبايدن نحن نطلب العودة إلى مستوى الإنفاق عام 22 لنطلب العودة 10 أو 15 عاما نعود فقط عامين سابقا في الإنفاق الحكومي ثانيا الاقتصاد الأمريكي اقتصاد مهم جدا ونحن لدينا حكمة تقول أنه لو عطصت الولايات المتحدة فإن العالم سيصاب بالبرد الاقتصاد الأمريكي مهم للغاية ويجب أن يبقى قويا يجب أن نخفض التضخم وهذه النفقات أعتقد أن جويل وأنا متفقا على أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري ينفقون أموال أكثر من داخلنا يجب أن نضع ذلك تحت السيطرة وأن نجعل ميزانياتنا منضبطة نعم تعليق سيد جويل أوافق على أننا لدينا عقز في الميزانية ولكن هناك أولويات أولوياتنا هي تحسين بلادنا بايدن لن يزيد الضرائب على كل المواطنين تعهد بحماية الأمريكيين الذين دخلهم أقل من أربعمائة ألف دولار في العام يتطلع لأن يقوم الناس الأكثر غيرا بشدة أن يدفعوا حصصه من الضرائب يدينا رغم قياسي في معدلات الوظائف التضخم ينخفض الطريق الوحيد للإفشال كل ذلك وزيادة البطالة هي العجزة عن الوفاء بديننا هذا ما يقوم به الجمهوريون الآن وهذا في الحقيقة عار تحت إدارة ترامب رفعوا سقف الدين ثلاث مرات بموفقة الحزبين لم يقوم الديمقراطيون بأي ألعيب وقتها قام الكونغرس بدعم الرئيس ترامب حتى ينهض بالاقتصاد يمكننا منقشة أي نفقات حكومية وافق على ذلك لكن ليس على حساب حياة ورفاية المواطنين الأمريكيين سيد سهيل وزارة الخزانة الأمريكية تحذر من عواقب عدم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي طال أمدوا وانتظروا الأمريكيون طويلا برأيك هل يمكن لهؤلاء المفاوضين الأربع الوصول إلى حل في هذه الفترة البسيطة يعني واحد يونيو الأول من يونيو يعني أقل من عشرة أيام هل برأيك يمكن الوصول مع هذا الجمود في المواقف ما بين الطرفين هذا سؤال جيد فقط أريد العودة إلى موضوع أن ترامب زاد حجم الدين لو عودنا إلى مستوى الإنفاق للرئيس ترامب حينها وافق الكونجرس على زادة الدين ثلاث مرات للرئيس أنا أوافق على ذلك فهذا حدث بالفعل ولكن مع تحذير وزيرة الخزانة جانيت ييلن بأن الأموال السائلة ستنفد وافق على ذلك ويجب أن نرفع سخف الدين فمجلس نواب بخيادة كيفين مكارثي صوتوا بالفعل لزيادة سخف الدين مع بعض التخفيضات والإصلاحات وفي المستقبل يجب علينا عدم الإنفاق أكثر مما نحصل عليه لذلك أنا واثق أننا سوف نكمل هذه المفاوضات في الأيام العشرة المقبلة والمهلة المحددة بتاريخ واحد يونيو التي أعطتنا إياها الوزيرة ييلن ليست مهلة نهائية لكنه تقدير وقامت به وزيرة الخزانة وحتى مع هذا التقدير فأنا واثق أننا سنرفع سخف الدين بحلول هذا الوقت نعم كما ذكر أن وزيرة الخزانة قالت أن هذه المهلة المحددة ولكن لو لم تصل الولايات المتحدة إلى اتفاق هناك مشكلة في سوق المال في ارتفاع أسعار الفائدة في أزمات البنوك التي حدثت منذ شهرين كل هذا كل الأمريكيين منتظرين هذا الاتفاق لأنه ليس فقط ما بين بايدن وماكارتي مع حفظ الألقاب ولكن يخص كل الشعب الأمريكي نعم انظوري هناك مهلة محددة يمكن أن تكون أقرب مما نعلم هذا حدث منذ عشر سنوات سابقة تم تخفيض النظر الإيتمانية للولايات المتحدة وهذا جعل المواطنين يتعملون مع ارتفاع أسعار الفائدة الرهون العقرية المدخرات تقل قيمتها كذلك قيمة المعاشات التقعودية سيكون هناك تدعيات للاختراب من هذه المهلة بدون اتفاق فهي لن تأتي بإغلاق الحكومة مثلا هذا ليس ما نتحدث عنه لأنه سيكون هناك بعض الأموال للحكومة لتعمل بشكل أساسي ولكننا لن نستطيع أن ندفع أسعار الفائدة لديوننا فحتى الاقتراب من تاريخ المهلة بدون اتفاق خطير جدا وأتمنى أن يقتنع السياسيون أننا يجب أن نصل الاتفاق الآن حينما يكون هناك مناخ متفائل فنردت فعل سوق المال كانت جيدة لكن الأسبوع القادم قد يقول الدائنون لنا نحن لا نثق بكم ويبدأون في تخفيض النظر الاقتماني للأولادة المتحدة نتمنى أن لا يحدث ذلك ولكن أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد جوال روبن نائب وزير الخارجية الأمريكية السابق والمحلل السياسي لقناة القاهرة الإخبارية شكرا جزيلا على وجودك معي وأيضا السيد سهيل خان المستشار السابق للرئيس الأسبق جورج بوش شكرا جزيلا على وجودك معي وأعزائي المشاهدين بهذا تنتهي هذه الفقرة فاصل قصير ونعود لمواصلة عين على أمريكا ابقوا معنا